تعرف انجليزي صح؟ أسهل حاجة في اللغة الإنجليزية حروف اللغة الإنجليزية أكمل حرف اللغة الإنجليزية؟ قولي 28 سمعتك لا طب أنا غلط حروف اللغة الإنجليزية 26 حرف وقل في الفيديو وقل إياه طيب الآن نشوف أستاذ محمد يريد أن يحكي حروف اللغة الإنجليزية يالله أستاذ محمد A, B, C, D, F, G, H, H, J, K, L, M, N, U, B, Q, R, S أسهل حقاً حركت الدنيا أستاذ محمد تقول غلط التأكيد حكيت زي صح؟ بدنا نشوف الصح بعد الإنتر نجدكم معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على صفحتنا على الفيسبوك إنجليزاوي معكم كالعابي أستاذ محمود العكر وهذا زميل أستاذ محمد الطلع أهلا وسهلا فيك وأهلا فيكم اليوم إن شاء الله هنقدم لكم فيديو جديد و سلسلة جديدة اليوم هنكون مع المبتدئين و خاص بحروف اللغة الإنجليزية فأي حرف اللغة الإنجليزية إله اسم و شكل و صوت و عشان نتعلم قراءه بشكل صحيح لازم نتعرف على أصوات اللغة الإنجليزية فخليكم معهم يلا بينا يلا بي الحرف الأول من حرف اللغة الإنجليزية هو حرف الأي زي ما هنا شايفين هنا هذا حرف الأي شكلاً أما الصوت بنلفظه أ أ نحطه في الكلمة مثال أقر أقر عيدوا رعاية ساعة بتحكيش أقر أقر أما الحرف الثاني هو حرف البي بي و شكله زي ما احنا شايفين هنا بي وبنلفظه ب بثاني عليه بو بو أما الحرف الثالث هو حرف السي سي وهذا شكل حرف سي وبنلفظه ك ك ك ك مثال عليك كلمة كات كات عيد ورايا كات الحرف الرابع هو حرف دي دي زي ما احنا شايفين هنا هاذا شكل حرف دي دي وبنلفظه دا دا ثالح عليك كلمة دا 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 أما الحرف الخامس هو حرف اي اي زي ما احنا شايفين هنا هذا شكل حرف اي وبنلفظه اه اه ثالح عليك كلمة اج اج اللي هي البيضة اللي انت جيت ونفترض فيها الصبحية اما الحرف الثاني هو حرف اف اف زي ما احنا شايفين هنا هذا شكل حرف اف اما صوته بنلفظه بطلع هوا من تمك تمام وككلمة بحطها مثلا في الكلمة مثل فاكس 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 عيد اما الحرف السابع الموجود معنا فهو حرف الجي وانه حرف مشكلة لانه اغلب الطلاب وما بيحكوا الحروف حيحكوا ليش الجي اسمه جي هذا شكله جي اما صوته جا جا جوت جوت تمام الحرف الثاني الموجود معنا هو حرف اله لاحظ بش اتش ولا اتش لا اتش اتش تمام وهذا شكل حرف اله اما صوته غاز متل ما بنحكي حرف العربية هو حرف اله تمام هات 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 وقية حسنا عيد معي ممتاز اما الحرف التاسع الموجود معنا فهو حرف الاي اي اللي هو معناه انا تمام اي تمام هي الشكل حرف الاي لكن لما تيجي تحكيه مش متل حرف الاي لحكا استاذ محمود هذا تحكيه كصة شديدة شوية تمام فانما تحكي مثال انسكت 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 اوكا عيد معي ممتاز الحرف اللي بعده هو الخرف العاشر هذا هو حرفش الجي اللي نوهنا عليه قبل شوية مش تحكيه لي اي بي سي دي اف جي اتش اي جي لا بزبطش هذا هو حرف الجي هات شكله متل ما انت شايف جي ومثال عليه طبعا صوته جا جا رخص كلمة جوس 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 سعيدها معي ممتاز حرف اللي بعده هو الحرف الحادي عشر معنا هو حرف الكي كي تمام حرف الكي يلفظ كم كم مثلا كايت 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 اللي هي الطيارة والضبك تمام معي دائما كل الكلمات ماشي يلا اللي بعده اما الحرف اللي بعده عنه حرف ال 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 لاحظ روحك بتطلم ال ال هذا صوته اللي هو لا تمام لكن لما انت بدك تحكي مسلا كلمة اتس واين واين لا لا ما حدش يحكي لي ليون تمام قوعك اسمعك بتحكي ليون ما فيش حال يسمع ليون مش لاشي بسي كرانشي ولا غيره تمام لبعده اما الحرف الثالث عشر وحرف ال ام ام زي ما انا اشتفين هنا نشاكل حرف ال ام ينفذ ما ما فعلي زي ما انا شايفين في وسط الكلمة حرف ال ال حسنك طلع فوق اخر الحنكة عيدوا رأيك اما الحرف الرابع عشر هو حرف هذا شكل حرف ننفذه كصوب ننفذه مثال عليه هو طبعا بخرج من الانف المثال ننفذة ننفذة اسمع اما الحرف الخامس عشر هو حرف او 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 هذا شكل حرف او 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 من الضم بشوية ضم اتبعتلها العربي بنلفزه ننفذه او 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 وحرف البي. هدا شكل حرف بي. اما كصوت بنلفظه. لازم يطلح هو هو كتير كمان. ايش تختلف عن الحرف البي اللي هو تاني حرف اللغة الانجليزية؟ هذكر بحرف قوي. حرف البي. هو خفيف. اما حرف اللي نحن فيه حرف السادس عشر حرف البي. بي. بيطلح هو فهل علينا. بن. 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 اما الحرف السابع عشر هو حرف كيو. كيو. ماذا شكل الحرف؟ كيو. بنلفظه كهر. 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 نسأل علي كلمة كوين. 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 هي الملكة. اسمع? اما الحرف اللي بعده هو حرف ار. 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 زي ما احنا شايفين هذا هذا شكل حرف ار. 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 اما صوت بنحكي ار. 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 مثال عليه كلمة رابت. رابت. يعني ار. رابت. اسمع? اما الحرف التاسع عشر هو حرف اس. 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 وهذا شكل حرف اس. 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 اما صوته بنلفظه سا. سا. زي السابع اللي باللغة العربية وعليها فتحة. مثال عليه? اسمع اللي احشانه اشخاص مثلا? سامي. 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 سأ. سأ. سامي. رب. وكثير من الاشخاص هو العشق. والحرف اللي بعده الموجود معنا لهو حرف الت. مثل ما اننا شايفين هنا هدا شكل حرف الت. تمام؟ اما صوته ت ت ت ت. وفيه كلمة عندنا نفس الحرف نفس صوت الحرف اللي هو تي. لاحظ. تي. والتي اللي هو التع الصبح هذا الشعر تمام؟ اما الحرف اللي بعده الموجود معنا لهو حرف اليو. يو. هذا شكل حرف الـU أما صوته أ أمبريلا عيد ما يشوف صوت أعلى يلا ممتاز حرف اللي بعده العمل زي رقم 7 اللي هو بالعربي اللي هو حرف الـV إذا أنت متذكر حرف الـF كأنه بنلفظه هذا حيثكر مخرج الهواسير لاحظ فان ماشي؟ يلا اللي بعده أما الحرف اللي بعده هو نفس حرف الـV ولكن حنتمجهم في بعض كتنتين مع بعض تمام؟ فحيصير W شايف شكله كيف؟ أما صوته و أما أقرب مثال له لون هذا إيش لون هذا؟ It's white white أبيض عيد معي؟ ممتاز يلا اللي بعده أما الحرف اللي بعده اللي شكله مثل الخطأ هذا الكبير مثل ما أنت بتلفظ الحروف شكل خاطئ تمام؟ طب يلا الحرف اللي بعده هو حرف الـX لاحظ كيف شكله X مثل ما بتعمل الخطأ ولكن صوته برضه هنلفظه تقريبا نفس الاسم X مثل عليه اللي هو نهاية هاي الكلمات Fox Mix Box وهكذا كلمات أوكي؟ اللي بعده أما الحرف القبل الأثير الموجود معنا هو حرف الـY لاحظ كيف شكله؟ Y بشبه تقريبا حرف الـY باللغة العربية لفظه يه يه لاحظ في كلمة يلو يلو اللي هو بلون إيش؟ اللون الأصفر اللي بعده وآخر حرفنا هو حرف Z Z أقرب مثل اللي هو بلغة العربية اللي هو حرف الزعي تمام؟ لفظه عادي Z ز لاحظ في كلمة زيبرا زيبرا تمام؟ وطبعا مش شتي ما هذا الشيء هذا الحمار وحشي تمام؟ وبها كتكون احنا انتهينا من أسوال وإشكال واسماء حروف اللغة الإنجليزية ستة وعشرين حرب طب حين هيضل السؤال آه كيف بدي أحفظهم؟ كيف بدي أمارسهم؟ اعتبر ان حروف اللغة الإنجليزية عبارة عن كيكة تقدمت إلك؟ بدك تقطعها إلى مقاطع زي ما شوكت في الفيديو هذا في أول الفيديو أنا أخدت ست حروف حكيتهم بشكل صحيح بعدها استاذ محمد أخد ست حروف خد انت مقطع مقطع أنا حكيت الست حروف الأولانية ستحفظهم شكل وصور واسم وبعدها هنتقل للي بعدها وهكذا وبالنسبة لأصلات الفروف ما تنسى طريقة التدريب عليهم مثل ما انت شفت في الفيديو هتيج على أي كلمة مثلا نلاحظ في عنا الميلك كيف أنا لفظتها ميلك؟ لو أنا جيت على حرف الأول وحرف الأم بجعل صوته بجعل حرف آي عجعل صوته بجمخه مثلا مع بعض بصير الام ام الاي اي مي لدينا حرف ال 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 صوت ميل وحرف الك تمام؟ بصير ميلك ميلك بصير كلمة كاملة وطبق عليهم هاي الكلمات من الكلمات عندك في الكتاب خد أمثلة وإقرأ هتلاقي شوية صعوبات إن شاء الله هنوضحها في فيديو قادم وما تنسى الفيديو القادم إن شاء الله هيكون عن طريقة كتابة الحروف بشكل صحيح فخليك معنا عشان تعرف تقرأ وتكتب بشكل صحيح وما تنسى دائما إذا عندك أي استصاد أو أي شيء ترك لنا إياه في أسفل هذا الفيديو وما تنسوا اللايك والشير والحاجات هادة بحبشتا كنات هادة والله حصت ان بشحت منك ولاد الحلال مالك أستاذ محمود شكرا شايفين زعلت أستاذ محمود منكم فهلا ما تنسى اللايك والشير وخليك معنا دائما وإلى اللقاء